عبد المنعم الحمد لله تطمين عليه وعبد المنعم الحقيقة قصة مهمة جدا يعني قصة بتقول كتير جدا شكرا كارلوس كيروش ده نمرة واحد لانه قبل كارلوس كيروش وقبل اختيار عبد المنعم للمنتخب على ايد كيروش ما كانش حد يعرف عبد المنعم قوي طبعا دي صورة بعد العمليات النكحة اللي عملها محمد عبد المنعم أجر عملية جراحية في الأنف وبالمناسبة دي إصابة غير الإصابة اللي حصلت له مع المنتخب المصري الإصابة دي كانت تعرض ليها في مباراة أسوان والحقيقة برجولة يعني تحسب له الحقيقة لعب ماتش السوبر وهو مصاب في أنفه وبعد كده عمل العملية اللي هتستطيع غيابه لأيام إن شاء الله ويرجع في خلال أسبوعين يتمرد مع الفريق إمام عشور طبعا لعب نادي الزمالك في زيارة لعبد المنعم والحقيقة هو ده الصح وهي دي الروح وإمام عشور من اللعيبة الكويسة جدا يعني واحد من اللعيبة اللي تترهنا عليها مع منتخب مصر في السنوات اللي جاية أنا أرجو الحقيقة اللعيبة الصغيرة لا تنساقوا لأنه لأسف فيه لعيبة كبيرة جدا مش فاهمة حجم المسئولية وحجم الدورة اللي هي بتقوم بيه وبالتالي بتأثر على اللعيبة الصغيرة لطلعها هو ده الطبيعي وهو ده الصح وهو ده اللي اتمنى نشوفه المنافسة في الملعب المنافسة مدتها تسعين دقيقة وسيبوا الحاجات التانية دي للجمهور بتتعامل في إطار من الهزار تتعامل في إطار من ده جوة عودنا عليه طول عمو لكن خروج على النص وإساءة للجماهير وإساءة للمنافس برا الملعب ده شيء مش مقبول إطلاق مهما كان اسمك ومهما كانت نجوميتك ومهما كانت شعبيتك كل ده يعني أمر مرفوض تماما ولا يتناسب مع اسم النادي اللي انت بتنتمي ليه أو التيشرت اللي انت لابسها أو مشوارك يا أخي لازم تحترم حاجات كتيرة جدا ومش ممكن أبدا حد يحتكب جمهور نار لا تلعب بي ولا تلعب معي فأنا الحقيقة بشكر الروح دي من إمام عشور وإن شاء الله بإذن الله نتمنى ألف سلامة لعبد المنعم هاروح سريعا جدا جدا لسورة كوليبالي السورة دي يمكن ترند على السوشال ميديا اللي ومين دول كوليبالي مع عبد المنعم في الوقت اللي انضم فيه المنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا واللقاء اللي جامع مصر بالسنغال الوقفة دي بتقول كوليبالي ده واحد من أهم المدافعين على مستوى العالم وبيلعف واحد من أهم المنتخبات الأفريقية ولعفة عندها كبيرة جدا زي نابولي أو تشلسي حاليا وقفت كوليبالي مع عبد المنعم وهو مش من نجوم منتخب مصر في التوقيته ومحدش يسمع محدش في مصر مش في أفريقيا محدش في مصر يسمع كان عن عبد المنعم قوي كده فإن كوليبالي يروح له ده بيقول إن عبد المنعم الحقيقة مدافع على أعلى مستوى فأنا هنا لازم أوجه التحية والشكر لكارلوس كيروش شكرا للمشاهدة